السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج صالون الصحة والجمال تعودنا في برنامج صالون الصحة والجمال اللي احنا بنتكلم عن أهم المشاكل اللي بتصادفنا في مجتمعنا مشاكل كتيرة جدا مشاكل اجتماعية مشاكل صحية مشاكل طبية كل ده بنحاول نتكلم فيه في الصحة والجمال وصالون الصحة والجمال بيشرفني يا عزائي المشاهدين نكون معايا النهاردة في حلقة برنامج صالون الصحة والجمال دكتور محمد توفيق عضو مجلس إدارة جامعية حماية البيئة والحيوان أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك وبيشرفني أصلا أيضا دكتور سامير إدريس رئيس بحوث بمعهد بحوث الأمصال والدقاح أهلا بيك أهلا بيك يا مهلا قلسنا حضارتكم طيب موضوعنا النهاردة عايزين نتكلم عن مشكلة كبيرة جدا بتصادفنا في مجتمعنا المشكلة دي بتسبب آلام لبعض الأسر وهي مشكلة الحيوانات الضلة اللي بيلاقيها في الشارع وخاصة الكلاب الضلة والكلاب دي بتبقى فيه منها كلاب زي ما بيقول بالعامية كلاب مصعورة مصابة مصابة وبنلاقي أن هي ممكن تأثر على أطفالنا اللي هي ممكن تحاول أن هي بتعض الطفل بتاعك البسيط ابنك وانت ماشي بيه بتحاول هي تأذي الناس دي دور ما احنا ايه كمجتمع في أن احنا نحد من هذه الظاهرة زمان كنا بنشوف وإحنا صغيرين ونسمع أن فيه عربية الكلاب اللي بتيجي تموت الكلاب وبعد كده بيستضوها وبياخدوها دلوقتي الوضع تطور ايه الجديد بقى في الموضوع دوت وازاي الظاهرة دي بنحاول نحد منها فضل يا دكتور محمد والله يا فندم طبع المشكلة دي يعني عويصة شوية لأنها إيه لها أبعاد كتير بالنسبة للمجتمعات مصر وإن احنا التوعية يعني شبه من عادي ما شوية في المجال البطاري والمجال التعامل مع الحيوانات والحاجات ده بالنسبة للمشكلة الكلاب الضالة يعني احنا نشأت أسام المجتمع يعني المجتمع هو اللي خلاها موجودة وبقت موجودة دوقات ومنا عايشين فيها حضارنا في مجل الشعب جلسات كتير جدا في الموضوع ده الفترة الأخنية نتج عنها استراتيجية للتعامل طبعا هو التعامل السريع اللي كان معمول به الفترة اللي فاتت وكده اللي هو طريقة السم وطريقة ضرب النار والكلام ده إيه بطل عالميا وإن احنا بنسعى إن احنا نستخدم الطوء الحديثة أو الطوء السليمة بالنسبة لنا هنا كنا عملنا مع الدكتور سمير عملنا اللي هي مبادرة المبادرة دي طبعا تبلغات المجل الشعب اللي هي توعية تطعيم تعقيم حاجة بسيطة جدا يعني بتتم عن طريق إن احنا بنتبع أسلوب الرفك بالحيوان بنتبع المنهج العلمي الصحيح بنبعد خالص بقى عن طريق العنف والكلام ده هو الكلب مؤذي بس مهما مؤذي لو كان عنده سعار أو لو كان شرس مصاب يعني سواء الكلب ده ما عليش كان مملوك أو ضال يعني أنا هو الكلب مدور يعني في بعض الحالات لكن هو أنيجي للناحية الإيجابية الناحية الإيجابية للكالبي ليه يعني مش هتعد الوفاء والأحراسة ليه صفات كتير جدا كويسة وإحنا بدي استخدمه واخر بالحضرات لكن بالنسبة للشك اللي هو الضال سواء للمملوك أو الضال فهو حضرتك في المجتمع دلوقتي ناس بتشعرس الكلاب اللي هي المملوكة وبتأذي بيها بعض الناس وأوقات بتمشي طبعا هو المفروض القانون أنت لازم أن تمشي مكممه ومزممه ببيمشوش كده فبيعمله إرهاب للمواطنيين بيعمله بالنسبة للشكل ده اللي حضرتك بتتكلم فيه فهو ده الطريقة المستخدمة المفروض تتطور تتطور مع المجتمع الكلب في الدار ده لو بيت حضرتك في العادي إنه هو كلب هادي جدا بس إحنا التعاملات بتاعه التعامل معه الخاطئ هو اللي خلاه السلوك بتاعه تغير سواء كان اللي بتعامل معه طفل أو غفير أو واحد ماشي في الشارع وأخب الحضرتك هو كلب المشكلة مشكلة تزايد الأعداد مش مشكلة وجوده لأن الكلب ده أساسا الضالة ده المفروض أنه هو موجود على الحدود بتاعة المدن ومتواجد على المناطق الصحرية وكده لأنه إيه ليه ضوء كبير جدا في التواصل من البيئ بيمنع التعالب بيمنع الزواحف وزي التعابين حاجات كتير جدا إحنا مش وغدين بيمنها منها بس موجودة في توازن الطبيعي أو توازن البيئ إحنا بالنسبة لنا عملنا كذا مشروع إنه هو لو حضرتك عندك كامباوند أو عندك عايش في مكان وفي كلاب ضل موضوع أنه إنت لو المكان ده مش مصور بالنسبة 100% لو حضرتك جيت تتخلص من الكلاب بتاعته حضرتك هيجي لك تاني وهتبقى عندك مشكلة فهي الطريقة إيه؟ إن إحنا رقم واحد بنعمل توعية سواء عن طريق حضرتك عن طريق الفضائيات عن طريق المدارس عن طريق النوادي كل دي أساليب توعية كتير جدا بحيث إن إحنا نقول إزاي تتعامل مع الكلب الضل أو المملوك كمان خبل حضرتك النقطة التانية اللي إحنا بديجي بعديها بعد نقطة توعية التوعية دي يعني حاجات بسيطة بس دووية ومنظمة الـ OI-E ومنظمة الفاء ومنظمة العمية كلها أقارد بيها النهاية مثلا لما تكون ماشي وفي كلب ضل ما تحاولش إن إنت ببص في عينيه لو هو بياكل تتعد عنه وما تجيش كان بيه لإن كده لو هو كلبه مع أولادها ما تحاولش إن إنت تقرب منها لكن اللي هو بيحصل بقى حضرتك إن الطفل بيوحمق أوقب منها مثلا وطوبة الطوبة دي بتغيير السلوك بيبقى عاية في إن جميع الأشخاص اللي هم البنقادمين دول اللي ماشيين حوالي دول عاوزين يأزوه فالكلب ده اللي هو تضعب قبل كده بطوبة أو بعصايا كده السلوك بتاعه تغيب فعاوزين نمنع النقطة دي إذن لازم من توعيد بعد أسر ونوعي أولادنا إن هو مهما لقيت كلبه في الشارع ما تقربلوش عشان ما يبتديش هو يهجمت بعد كده ولو إنت ماشي في منطقة يعني هو كلب أسران في اليومين دول أو بيعيش في مجموعات هم ماشيين ستة مع بعض سبعة مع بعض فلو إنت عايف إن في مجموعة في المكان ده وإخبالك وإنت قد تسلوك طريق تاني يعني مثلا هم قاعدين في اليمين تروح في الشمال دي حاجة كويسة لإن هم بيبقى حاسين المنطقة دي بتاعاتهم وإنت غيب لو إنت من المنطقة أساسا أو إنت صاحب لما هو دي ودخلت مش عملك حاجة خالص لكن لو إنت غيب عن المنطقة دي بالتأكيد إن هم هيحاولوا إيه هوهو بس لكن هم عمو هم هيئزو ولما هم يعني يهوهو أو كده أو ما تحاولش إن إنت تخاف كمان ففي مبادئ اللي هي التوعية اللي اتفقنا عليه في بقى التانية بقى تانية حاجة اللي هارجل لحضرتك تاني هناخد فاصل قصير ونرجل لحضرتك فاصل قصير أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بعد قليل خليكم معانا وأتروحوا في أي حتى رجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين بعد الفاصل وبشرفني يكون معايا بأستاذ الدكتور سمير إدريس رئيس بحوص بمعهد بحوص الأمصار أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك يا سوزان دكتور قبل صاصل كنا بنتكلم مع دكتور محمد توفيق عن الأمراض اللي ممكن تسببها الكلاب الضغطة في الشارع والحوانات عموما في الشارع دور حضرتك رئيس بحوص بمعهد بحوص الأمصار الأمصار بقى يعني مهمة جدا في الوقت دوت إن يكون هناك مصر لهذه الأمراض هل بحوص ومعهد البحوص شغال على الأمصار دي عشان يقن ناس من هذه الأمراض بسم الله الرحمن الرحيم بحب أشكر سعدتك على الفرصة الجميلة دي وأشكر دكتور محمد توفيق وبالتالي بشكر أستاذ دكتور محمد سعد بودير معهدنا اللي قائم على نشاطات كتيرة جدا في المعهد وعلى تطوير كل المنتجات المعهد بفضل الله المرهد الرئيسي اللي بنقله الحيوانات الضلة هو مرهد السعار ده الأساسي ده اللي هو مميت بالنسبة للإنسان وللأسف إحنا حاليا في مصر تخطينا حاجز الميت حالة وفاة في السنة وده ما فيش مرض عمل في مصر بيعبدل في مصر نفس الوفيات دي في الهيومن في الإنسان يعني يا دكتور السعارة من الأمراض القاتلة من الأمراض القاتلة وهجيب لحضرتك تفاصيله حاليا بس أنا بشكر مع هادي ودكتور محمد في أن إحنا طبعا أنا أنتكت له قحر من ضد للسعار في الرسالة بتاعتي سنة 95 وده اللي القسم عندي بينتجه والله الحمد مع دكتور محمد سعد في 2017 طورته وأصبح واحد سنتي وأصبح متطور جدا حاليا برضو بمساعدته ومساندة دكتور محمد ربنا وفاني وأنتجنا الهايبر إميون سيروم اللي هو المصر العالي العيارية المصر العالي العيارية اللي أنتجناه حاليا ده بيتاخد للحيوان اللي يتعبط بحيث أنه يغطي المنطقة السلبية بتاعت اللقاح العشر تيام الأولينين فما يحصلش منه وفيات ونتمنى من الله أن يتم إنتاجه للبشري سواء في فاكسيرا أو ممكن نتعاون معهم أو يجو معنا ونعمل تطوير للمنتج بحيث أنه ينتج للبشري لأنه كل اللقاحات والأمصال المضادة للسعار التي تستخدم للهيومن للإنسان مستوردة للأسف وكلها كانت بتيجي من فرنسا حاليا بتيجي من الصين هنروح للصين بعد شوية هنروح للصين في مواضيع كتير أما بالنسبة للحيوانات الضالة فالحيوانات الضال بينقل أو الحيوانات عموما متنقل للهيومن كان 200 أصبح حاليا 320 مرض زينوتيك 320 مرض مشترك بين الإنسان والحيوان أختارهم السعار لأنه مميت قاتل ثم البروسيلا ثم التي بي السل والبروسيلا دول أخطر يعني وتكسب لازمه طبعا من أخطر الأمراض المشترك أخطر سؤال ممكن المشاهد دلوقتي بيسألهلي لما واحد يتعبد يتعبد إيه اللي ممكن يعمله الإجراء اللي يعمله على طول أول حاجة على طول غسيل بمية جارية وصابون عالي الصودة لمدة ربع ساعة متتالية مكان العطة ده أول حاجة إجراء إحنا بنعالج حالة العطة دي بثلاث حاجات فيزيكال وكيميكال وبيولوجيكال الطريقة الفيزيائية اللي هو الغسيل ده لتخفيف أي لعاب نزل من الحيوان في مكان العطة غسيل متتالي لمدة ربع ساعة بمية جارية وصابون عالي الصودة يعني صابون صوري صابون غسيل وحاجات زي كده مش صابون ديليكت تاني حاجة التطهير التطهير بمطهرات ومهم الكحول والأيودين الأيودين اللي هو البيتادين والحاجات دي كلها مهم جدا لأنه بيقتل الفيروس اللي تواجد في المكان نيجي بقى بعد كده للكيميكال اللي هو المطهرات دي بعد كده البيولوجيكال لازم يروح لمستشفى البشري طبعا زي حميات العباسية وزي بالنسبة لي أنا عرف حميات العباسية منشية البكري في مستشفى القاهرة في التجمع كده عندهم اللقاحات المضادة للسعار والأمصال المضادة اللقاحات بتتاخد خمس جرعات على الزيرو دي تلاتة سبعة أربعتاشر تمانية وعشرين وبتتاخد واحدة بوستر بعد ست شهور الأمصال اللي هو البصل عالي العيارية وحاليا ما شاء الله يعني في وزارة الصحة ووفروا البيور إيميونو جلوبيل اللي هو الإيميونو جلوبيل النقي وده أعلى من الأمصال شوية بس برضو مستورت أتمنى من الله أن يسمحونا أن احنا ننتجه بشري يعني والله أنا حاولت أنا حاولت من سنة 95 من ساعة من خطة دكتور وروحت المصل واللقاح للإنتاج البشري بس ربنا يدي له الصحة دكتور رفق الأرباني سابنا وسافر بقى ساعتها فالمشروع وقف فبنحاول إن شاء الله ننتجه بشري وننتج الأمصال المضادة برضو بشري المصل بيتخذ في الحالات الخطيرة اللي هي العضة ما فوق الكتف العضة ما فوق الكتف لأن أصلا الفيروس بيمشي في العصب فلما بيمشي في العصب محتقا مجرد أن يوصل للمخ بيبقى مميت مجرد ظهرة العراض ما فيش أي علاقة إنما الحمد لله أنه هو الفيروس الوحيد اللي ممكن يتعالج بعد العض نحن نحقن الخمسة جرعات ونحقن حوالين الجرح Local Infiltration بالHyper Immune Serum ونص الجرع نديها Intramuscular ما بين العضة وما بين العصب في حيث نوصل لوقاية تامة لو لحقنا الحالة بعد الحالات الخطيرة بقى نديها تفاصيل تانية ربنا أستور إن شاء الله نبقى إحنا متطورين في إنتاج اللقاح أنا بس بنصح بس بكل ما نتعاد أو تخربش أو تتعرض لحيوان ضال غير معروف لازم يتعامل بالطريقة دي ما يهملش دي أرشادات مهمة جدا أنا عندي حالات إهمال كتير جدا وحصل لا قدر له وتوفد هرجع لحضراتك تاني وحنروح الصين مع بعض إن شاء الله بكير محمد إحنا بنتكلم في الموضوع بس النهاردة بلاقي يعني أسواق زي سوق الجمعة وده وارد بنشوفه كلنا وعندنا عند بي بيبيعوا طيور وبيبيعوا حيوانات كلاب وقطط وكل حاجة بتدخيلها بيبيعوها بالنسبة للحيوانات دي هناك طب دور كنتوا كجمعية لحماية البيئة إيه الدور اللي ممكن تقوموا بيه مع الأسواق دي تقول لو أنتم ما بتتقربوش للناحية دي خالص وما بتنزلوش المنطقة دي خالص على الأساس يبقى فيه توعية حتى لللي جاي يبيع الحيوان بتاعه أو اللي جاي يشتري بتقوله تشتري إزاي وتبيع إزاي لو الحيوان بتاعك مصاب ده ما تشتروهوش لو شفت أعراض إيه على الحيوان ما تشتروهوش كل الحاجات دي دور الجمعية هل ليكوا دور مع الأسواق الكبيرة دي للبيع الحيوانات؟ والله إحنا كدور جمعية إن شاء الله حضرك إن إحنا يعني إجزاجت إن إحنا بنوح الأسواق وكده لأن معظم الأسواق دي يعني تجامع هائل بس معظمه حضرك تجار يعني أنا تزلت وشوفت أبعاً مجموعة تجار تجار والتعامل مع التجار والمجموعة دي بالذات وخب حضرك محتاج جهة حكومية ومعها جهة شرطة جهة تمكيزية بالضبط لكن جهة تطوعية أو حاجة تطوعية أو جمعية ده صعب لكن إحنا كدور دونا إيه دونا الشيء دي مثلا إحنا بنعمل مؤتمرات بنعمل ندوات وخب الحضرك بندخل للمداوس الابتدائي لأن يمكن أستاذنا دكتور السامير عايف إن هي معظم حالات العض بتحصل بنسبة مثلا أربعين في المية أو أكتر في الأطفال دون الـ 14 سنة يعني بمعنى أصحح لهم إيه في المداوس الابتدائي وخب الحضرك فعشان كده بنهتم بالفئة دي كويس جدا وخب الحضرك فبنحاول نحن نعمل برتكول مع التربية والتعليم إن إحنا ندخل حاجة توعية حاجة ويفك بالحيوان في الجزء ده وتعاملات مع الحيوانات الأليفة عموما سواء كان في المنزل لأنه برضو حضرك في المنزل لازما برضو ليه احتياطات لازما ياخد تحسيناته كاملة اللي مواب بكلب البد لازم إلزامي ياخد تحسين السعار بحضرك لأن طبعا في حالات بتحصل مش لازما يكون كلب ضار موضوع سعار مش لازما كلب ضار عدك ممكن يكون كلب أنت مواببي في المنزل ويهزر معك وعدك وانت مش هو أخب في بالك وأخب بالك ويحصل المشكلة والناس بتجي لي بقى تقول لي دي حصلت حالات آه ده أنا كلب موبي في البيت ومبنزلوش الشاوع ومتعقم ومية مية فيكوا أنه هو الفيروس مش هيجيلوك قلت لا ده الفيروس في الهوى طيب أنا بس حرج على السادة المشاهدين وقلوه يا جماعة اللي عنده أي استفسار احنا فيه أرقام حتنزل على الشاشة اللي عنده أي استفسار اللي مربي حيوان اللي عايز يستفسر معنا الدكتور محمد والدكتور سمير نسألهم ونشوف الأمصال الحاجات اللي احنا عاوزينا إيه نستغل فرصة وجودهم معنا النهاردة واللي عنده أي استفسار يتفضل معنا دكتور سمير احنا في الشتاء وحضرتك عارف إن أمراض الشتاء كتيرة جدا والشتاء دي لازم نتحصن لها عشان الفيروسات اللي بتبقى موجودة في الجو والأمراض اللي بتظهر في الشتاء النهاردة فيه هاجس عندنا وعند العالم كله كورونا كورونا هو الهاجس أو الفيروس اللي خلى العالم كله ينطفض دلوقتي أنا كورونا بقرة الفيروس في الصين والصين زي ما بنشوف على السوشال ميديا كلها أعداد رهيبة جدا ولكن أنا بلاحظ في الفيديوهات اللي بنشوفها في الصين إن هم عندهم أسواق اللي بيع الكلاب وأكلها الضفادع وأكلها الخفافيش هذه المشكلة خفافيش والضفادع طب هناخد دكتور إيمان وارجع لحضرتك معنا دكتور إيمان مارزوق أيها سلام عليكم كل سنة وحضرتك طيبة وحضرتك طيبة وزيوفك الكرون فأحسن حال بإذن الله دكتور أنت مقيمة في السعودية تمام تمام أخبار فيروس كورونا إيه في العالم كله والعالم العربي عموما يعني وفي أسيا تمام حضرتك لسه كنت بتتكلم على أن في حالة دلوقتي عن فيروس الكورونا عالميا لأن طبعا العالم كله قطعة واحدة سهل جدا انتشار الأمراض فيها بمنطقة البساطة فلما كناش مستعزين وبنزرس المشاكل الموجودة عالميا أكيد مش هنقدر نحن نحن نفسنا محليا أو داخليا أو في بلدنا العربية سواء في السعودية أو مصر أو أي دولة من الأجرسة الحمد لله مظهرش بها حالات فطبعا زي ما حضرتك عارف أن منظمة الصحة العالمية كل يوم بتقدم تقرير دقيق جدا عن الحالات المطابعة فوصلت حاليا لأكثر من 4-3-593 حالة بفعل أو يعني خلاص تأخذها نوع الكورونا فيروس أو البيروس الكورونا الجديد فيها في طبعا حالات مشتبهة أكثر من 3-573 حالة في أكثر من 106 حالة سواكيات يعني تقريبا نزل 8-2 لـ 3% من الحالات المطابعة بالإضافة طبعا أن الفيروس انتقل عن طريق المسافرين لأكثر من 14 دولة وتسجل 37 حالة خارج الصين يعني فطبعا وصل لأمريسا وألمانيا وفرانكا وثامبوديا وليابان وسريلانكا وماليزيا نحن كثير جدا جدا عالميا وذالة بيخلينا الموجود نحصات أكثر لنأخذ حزارنا أكثر يعني في الفترة اللي جاد دكتور أنا معي دكتور سمير إدريس رئيس بمعهد البحوص رئيس بحوص بمعهد الأمصال أنا عايزك تتواصلي معي دكتور بحيث أن إحنا أنت دكتورة أصلا في الفيروسات ودكتور في الأمصال إيه التوافق اللي ممكن يتم بين الدكاترة بتاعتنا في مصر والسعودية أنهما يحاولوا يجدوا حل للموضوع دوت فضالي معك دكتور سمير إدريس أهلاً يا دكتور أهلاً يا دكتورة إزاي سعاتي أنا بالفعل تعاونت مع معهد الأمصال أثناء دراسية دكتورة في ألمانيا وكنت أخذت منكم بعض الموايذ المعهد عندنا دائما متعاون مع كافة الباحثين وبقيادة دكتور محمد سعد متعاون مع كافة الأجهزة والوجهات العلمية والله الحمد بنشتغل على كافة أنواع الفيروسات بس فيروس الكورونا مشكلته أنه هو من الأر إد إيه فيروس وده سينجل استراندد ده بيحصل له ميوتيشن بسرعة بيحصل له تطور غريب لأنه هو الأر إيه لما بيكون سينجل لما بيتقطع جزء بيتركب جزء آخر بسهولة جداً عن الدين إيه فمشكلة الكورونا أنه هو حصل له تطور أو تحور في حيوانات مختلفة بالنسبة للصين وبالذات في الباتس إحنا عدنا بالمرحلة دي مرتين قبل كده في سارس اللي هو السادن أكيوت ريسبيلاتر سندروم ده كان في الصين وبعدين الميرز اللي هو الميدل إست ريسبيلاتر سندروم وده حصل في الإبل أيوة كان في السعودية حصل التحور في الإبل المرة دي التحول أصبح في الباتس الباتس معروف أنه ويلد ما بحدش بيتعامل معه ولا حد بيأكله إنما هم في الصين بقى اتجهوا للأكل الدفاضع والخفافيش المشكلة الخطيرة دلوقتي المشكلة الخطيرة في الكورونا حالياً ساعتك أنه هو أصبح يوماً ترانسفيرت يعني بيتنقل من الإنسان للإنسان وده الخطورة فيه يعني ساعتك قلت أرقام حالياً الرقم وصل لـ 11970 حالة منهم 259 حالة وفاة 254 يتعالجوا الكلام ده وانتشر في 27 دولة فأصبح الرقم خطير جداً وـ WHO رفعت حالة الاستعداد لأعلى مستوى حالياً يعني رفعوا لدرجة الجائحة جائحة وباقية فنتعشم من الله إن بلادنا العربية يعني يعملوا احتياطاتهم الكاف يعني بكافة الطرق وأنا أسمع أن السعودية ما شاء الله بعتوا طيارات مجهزة للمنسوبيها وعمومة يدكتر هو بيكون سلوك بشري في الأساتي أيوة سلوك بشري بحثنا ترانسف أو مقصوم الناس الذين يتعامل في احتياطات بسيطة بيقدر تقوم بيها بنفسها بعيداً عن سياسات الفقومات أو الدول بمنطقة البساطة لو اتبعنا السرق الصحي إن احنا نغسل إيدينا بانتظام كوائد الميا والصابون لموضيها ثمين ثانية إن احنا مثلا نستخدم أي مطهر يحتوي على ألخل أو يحتوي على كحول ونبعد عن التجمعات المواد المطهرة دي بين أصابينا بطرق معينة وطرق الغسل الصحيحة لليدين موجودة طبعاً على اليوتيوب كثيرة مش إحنا طبعاً بنعمله بشكل يومي لو إن احنا غطينا الكوحة بتاعتنا والعصف بتاعنا ما رسيش حد يبسق على الأرض كل الحاجات دي من الحاجات المسيطة جداً علشان نحنا نعمل أو نحنا نحد من انتشار كورونا فيروس أو أي مرض تنفسي تاني لو طبعاً بنكوح لازم يكون معنا الفترة دي منازيل كتير تجبنا المازيل دي بتخلص منها لازم تكون في سلة فيها غطاء يعني مش طلع ريانة للهو عشان ما يتحولسي الهواء ما يتحولسي البيروس طاير في الهواء يلي يتقل بسهولة أفتر يعني القتل بتاعنا لازم نقصوه بشكل جيد لأننا ما عرضناش لحرار عيا ضيق هي المشكلة بسين ظهرت من كده من القتل اللي دي من المشكل جيد هما بياكلوا السوشي والحاجات دي وقد إتنقل من أمراض ولازم طبعاً نحنا نقض بالنا ونحطات من النقطة دي نفتنها طبعاً نتعامل مع مع الأبخار مع الحقيل والصوات أو الخفات أو ذات كزي حضرتك ما قل بالتأكير بكل دي من الحقياطات اللازمة نحنا نحد من العدوة بإذن الله وما يجب ناس حاجة والأمين يفيها تجمعات أو تجمع الجناز يعني داي المترو دايماً تهوية سليمة لازم نحن نتجنبها لفترة دي واللي حس إنه طعبين جواب في البيت وما يخصلتش بحد حتى الفايلس أو الباتروم لازم إنه لو في فرصة ما اشتركش مع أهل البيت في نفس الحمام داي يكون أفضل كتير ما نستخدمش نفس الأدوات الخوة الكبيات الأطباق الفترة دي مش لازم أفداً نحن نتشارك الأدوات المنزلية بكل كين الحاجات اللي ممكن إن هي تحدي من انتشار العدوى وتدمر منها وبعدين هو الفايروس زي حديثك ما قلتها هو ما يخوص ناش لأن المجموعة اللي هي معرضة للخطر أفضل هم كبار السنة قوية والأطفال في انتشار هو خطورة المرض الجديد إن انتشاره سريع جدا لأنه ريسبيرات ريجزيز مش محتاج مش محتاج لنقل دم ولا حقن ولا حاجات زي كده بمجرد التنفس أو بمجرد سوري عطس أو كحة المنطقة أصبحت موبوعة فهل زي ما ساعتك قلت إحنا نبعد عن أماكن الزحمة نتعامل مع التطهير الذاتي غسيل طبعا سباق المسكات ولكن طبعا نوعية معينة لأن 35 دقاءة المسكات اللي ممكن إن هي تحدي من وصول الفايروس لنا من المنطقة الأنفرينا أو الفم بتاعنا أو أعيوننا بعد العطس أو بعد الكحة يكون هنا تاتة آمانة بنا ومن الأشخاص اللي ممكن يكون بياداته أو بيكحة على الأقل ما يكونش في دكتور إيمان أنا بشكرك يا دكتور أنا بشكرك نورتينا بالمعلومات الغزيرة اللي عند حضرتك ونتمنى إن شاء الله ما تنزلي مصر بقى إن شاء الله تكوني معنا في حلقة بإذن الله شكرا لك يا دكتور إيمان شكرا يا إف viktig ألف شكرا يا دكتور إيمان ألف شكرا على مندخلت ساعتك شكرا ربنا يا عفاء احنا نخدم بعض المعلومات الغزيرة من دكتور إيمان يعني إحنا قدامنا خمس دقايق بس عايزين نقول في الخمس دقايق دول أهم من النصايح اللي ممكن نديها للشعب المصري أو لكل اللي بيشوفنا نقوله يعمل إيه بالنسبة للكورونا والكورونا والجميع الفيروسات يعني أنا بحذره بقوله إيه في الشتاء يعمل إيه بالذات يأخل إيه يشرب إيه يأكل إيه طبعا إحنا في الشتاء كانت مشكلتنا الأساسية الأن في المنزل وكان فيه لها تطعيم سنوي بيتغير سنويا لأن الاعتراض بتتغير وبيتاخد في شهر 9 أو 10 قبل شهر 11 بحيث أن خلال الموسم يكون عند ساعتك المناعة الكافية حتى لو جيت دور بيبقى جايب أعراض أخف وأقل حاليا مشكلتنا أصبحت في الكورونا الكورونا ده مش هنقلق منه دلوقتي لأنه إحنا مش دايركت كونتاكت معاه درجات الاحتياط فيه تلات درجات لو أنت عندك حالات أو لو أنت احتكد بحالات أو لو أنت بعيد خالص وده اللي إحنا فيه حاليا فالبايو سيفتي والبايو سيكورتي أو الأمان الحقيقي والأمان الشخصي يطبق على أعلى مستوى أن إحنا ما نعودش في أماكن زحمة زحمة متر والحاجات اللي بيقح اللي بيعمل الاحتياطات وبيغطي وبتاعه كلام من ده ممنوع البسك زي ما الدكتورة إيمان قالت غسيل الإيد باستمرار مايا وصابون فيه متاهيرات اليد دي باستمرار نستعملها المسك والجوانتي والحاجات دي كلها في الديلتونتاكت يعني لو قربنا من حد بيقح حتى دلوقتي بيقح بس أو عنده أعراض أمفلوانسة حتى ناخد بالنا الخطورة في المرض لو جيف في الإيمينوسابريسان يعني لو جيف حالات مناعتها ضعيفة سواء بقى عنده مرض أو عنده أمراض مزمنة زي الضغط والسكر يخلي باله يبقى عنده احتياط غسيل كلا لو عنده مشاكل في الكبد ده بيبقى المناعة عنده بتبقى ضعيفة شوية فيخلي باله جدا جدا من أماكن التنفسية دي ما يحتكش بال طيب أنا بس عايزة هروح لدكتور محمد وحرجع لحضرتك حضر في مرض الصعار بس نقطة كمية دكتور محمد في نص هتقول لي أهم الوصاية لللي بيشتري حيوان كلب أو قطة أو الحاجة دي نقول له يعمل إيه ويخلي باله إزاي هو أول حاجة طبعا أنه هو الحيوان اللي بيشتري ده سواء كان كلب أو قطة أنه هو يبقى ألاط يعني حيوية في عادية فيتاليتي عادية طبعا هو كان نظريا كده مش هادر يحكم عليه قوي فهو أول خطرة بيعملها بعد ما هو الكلب بيعجبه ظهريا كده وخبالعك الجلد بتاعه كويس بيلمع يعني بتلمع ما فيش دموع ما فيش أي إفرازات من الأن ما فيش إفرازات من الأين الجلد ما فيهش أي حشرات الحاجات الخارجية دي لازم ياخده أول حاجة هو يحضر أقرب دكتور بيطوي لأيادات حيوانات بحيث أنه هو يكشف عليه وياخد التطعمات بتاعته إن هي أهم حاجة هي التطعمات وزي ما قلنا إن أخطر حاجة مواضي سعار فهو بيبدأ بمواضي سعار إنه هو بيعمله شهادته بيبقى ليه شهادة الحاجات بقى للنفس الشخصية اللي هي مثلا أنا هتعامل مع كلبي في البيت لازما إن أنا كل ما أتعامل مع الكلب ده المفهوض إن أنا بغسل إيضاية وكده لإنه أمواض المتقلة دكتور سامير في عشر ثواني النصيحة اللي عايز تقولها بالنسبة للسعار السعار مرض خطير جدا بيعمل وفيات في مصر عالية جدا مسجلة في المستشفيات فنرجو نرجو نرجو السيطرة عليه بتتم من حاجتين يا إما بنعمل كامبين ونعمل تحصين يا إما بنعمل الخطوة الأخيرة اللي كانوا مع الدكتور محمد خطوات التعقيم والخطوة دي مكلفة جدا فنتعشم إن يكون فيه برنامج متكامل من خلاله نعمل تحصين حتى لكلاب الشوالة حتى للحضراتك تيجي معنا في حلقة تانية نعمل توعية للسيطرة عن الحاجات دي كلها لأن الناس ما عندهاش وعي بالموضوع داخل خطورة السعار في الأرياف فبالتالي بتلاقيه في الحيوانات الكبيرة وصاحبها بيتعامل معها من غير ما يعرف إنها مسعورة لأنه مش سايب أثر عبد شكرا لكم عزيزي المشاهدين على أمل وعد أن تجدد اللقاء في برنامج صارون الصحة والجمال كان معكم هاني الفراموي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة